أستاذ محمد يتفضل؟ أنا كنت مبالح كذبتك يا شيخ عامر أيوة يا سيدي وقلت لي أنت عندك وسوء أنا الوقت لما كل زعتين بعمل حمام أنا ممكن أعرف القرآن من غير مطلق أو توضع لو أنت عايز تقرأ القرآن من غير ما تمثل مصحف آه يجوز أن أنت تقرأ القرآن قراءة القرآن لا يحتاج إلى وضوء لكن المثل مصحف هو اللي بيحتاج إلى وضوء عند الجمهور خلاص؟ لا ما أنت عايز أنا ما فيه شباديل خمس سنين أنا عندي 77 سنة يا حج عامر أنت لسى شبادي يا حج محمد إيه اللي حجية دي؟ أنت قاعد تقول لي نفسك أنت قاعد تقول لي نفسك كلام غريب جدا يا حج محمد إيه حج أنت بتقول لك لسنا عندك وسوء من بالقة طب إيه يعني وسوءز يعني وسوءز معناه أنית بتبالغ جدا 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 نعم فيه حج طب أسألك سؤال أنت بتتوضى كم مرة يا حج محمد مرة عشان متأم تبقى فرض على فرض طيب انت بتتوضع كل فرضي حاضر لا بتفضل في الوضوء قد ايه لا ما كملسي وانت عارف كل ساعتين معه من الحمام طيب كل ساعتين معه من الحمام طيب حاضر بس انا بس كل الحكاية عايزك تهون على نفسك يا حج محمد لان في الحقيقة الكلام اللي انت تقولي في لاحظة من لاحظات ان انت يعني وده يعني بيني وبينك يعني ده بيخليك خليني بقول لحضراتك هون على نفسك وخليك زي ما قلنا مبارح انت هتتوضع وتجمع ما بين السلطين اذا كنت انت مش قادر تجمع ما بين تجمع ما بين السلطين بوضوء واحد عشان انت عارف الحالة اللي عند حضراتك وان شاء الله ربنا يكتب لك الصحة والعافية حج محمد